السلام عليكم اهلا بكم في قناة منو للهندي ميدو الكروشين. النهاردة اشرح لكم طريقة عمل طعم لانجري. الطعم ده مكون من قطعتين. القطعة الاولى او الجزء الاول منه هو الجيبة والجزء التاني هو البراو. بالنسبة للجزء التاني هتلاقوا لنك الجزء بالوصفة اسفل الفيديو. النهاردة هشرح لكم الجزء الاول هو الجيبة بس ما تنسوش تشاركوا معي في القناة اتفعلوا زر الجرس وتشجعوني بلايك وشي لو عجبك الفيديو. عشان قادر اوصل لعدد ناس اكبر. ودلوقتي هبدأ اشرح لكم طريقة عمل الجيبة. ودلوقتي هبدأ اشرح لكم طريقة عمل الجيبة. بالنسبة لادوات انا هستخدم لونين من خيط الصوف. اللون الاسود واللون الابيض. وهستخدم ابر مقاس ستة ميلي ميتر. آآ وهستخدم مقاسك عشان نعمل بي الكمر بتاع الجيبة. آآ بالنسبة للجيبة دي علشان ننفذها لاي مقاس حابينه. بنعمل ايه? بنحتاج مقاس توران الخسر اللي احنا هنعمل لها الجيبة. وبنانا عليها هنبتدي ان نلتفع بالاسطر زي ما هتضح لكم دلوقتي. هرتفع بسم الله الرحمن الرحيم. هعمل عشرة غرزة سرسلة. هدي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة. اوكي? بابع معلقة العشرة غرزة سرسلة. هتفع باتنين سرسلة. وهاخد لفة على الابرة. وهنزل فوق كل غرزة من العشرة غرزة سنسلة. هعمل فوقيها غرزة عمود بلفة. بالشكل ده. بعد ما كملت العشرة غرزة عمود بلفة فوق كل غرزة سرسلة اشتغلتها كده بالشكل ده. هدي ارتفع باتنين سرسلة. بالشكل ده هلف القطعة وهشتغل فوق كل غرزة تقابلني. غرزة عمود بلفة بس في الحلقة الخلفية من الغرزة. اهو. بدخل كده في الحلقة الخلفية وبعمل غرزة عمود بلفة. تمام? وهكزا برضو الحلقة الخلفية من الغرزة. هي الغرزة بتاعتنا لها حلقة امامية. وحلقة خلفية كده بالشكل ده. اه ممكن تكون مش واضحة علشان آآ اللون الخيط. وناخد بالنا من عدد الاعمدة اللي احنا بنشتغلها. آآ ما نقص او نزود آآ غرزة. يعني احنا انا هنا هعد الغرز بتاعتي عشان اوضح لكم برضو ان انا ماشي صح. آآ ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة. كده انا ماشي صح. مفيش اي نقصان او زيادة في الغرز. طيب انا هرتفع برضو باتنين سرسلة وهالف القطع كده بالشكل ده. وهشتغل فوق كل غرزة غرزة عمود بلفة في الحلقة الخلفية من الغرزة كده بالشكل ده لحد ما بوصل لنهاية السطر. تمام? وبرتفع بالاعمدة بالاسطر كده فوق كل غرزة غرزة عمود بلفة في الحلقة الخفية. برتفع بالاسطر لحد ما بوصل لمقاس دوران الوسط او الخسر اللي احنا اخدناه. تمام? بناءنا عليه بنرتفع بالاسطر لحد ما بنوصل للمقاس بتاعنا. هنكمل لحد ما برتفع للمقاس بتاعي وانا المقاس بتاعي بالنسبالي آآ سبعين سنتيمتر وهنرجع مع بعض ننفرز آآ آآ نكمل باقي الجيبة وانحدد آآ الجيبة بتاعينا. انا كده بعد ما ارتفعت بالاسطر واشتغلت زي ما وضحت لكم ازاي فوق كل غرزة غرزة عمود بلفة في الحلقة الخلفية. هنبدأ دلوقتي مع بعض هنعمل ايه? هاجي كده ايه دي الخطعة معايا كده باقت بالطول كده بالشكل ده. هاجي هعمل ايه? هنبدأ آآ الجزء ده كده نطبقه بالنص كده بالشكل ده وهنقفله. طيب هوضح لكم ازاي كده اهو. باجي كده. بدخل في الجزئين دولا كده بقفلهم بالشكل ده. ايدي بدخل في الغزء في الحلقة والحلقة المقابلة ليها كده بالشكل ده. تمام? وببدأ ان انا اسحب واعمل غرزة حشو. ايدي الحلقة والحلقة المقابلة ليها. بالشكل ده واعمل غرزة حشو. تمام? الحلقة والحلقة المقابلة واعمل غرزة حشو. وهكذا بنفس الطريقة لنهاية السطر. الحلقة والحلقة المقابلة ليها بنفس الطريقة كده. وايه بعمل غرزة حشو لحد ما بوصل لنهاية السطر. طب انا بعمل جزء ده ليه? انا بقفله كده بحيث ان احنا الاسج بتاعنا بتاع الجيبة ايه اللي احنا هنستخدمه. ايه يبقى ايه سهل ان احنا نمرر من خلاله الاسج بكل سهولة. ايه بان احنا بنعمل زي كامر. تمام? بعدها كده هكمل لحد ما بوصل التقفيلة كلها بنفس الطريقة. وهنرجع مع بعض ايه نحدد الجيبة بتاعتنا ونستخدم اللونين بتاعتنا كده. انا كده بعد ما وصلت لنهاية السطر من غرزة الحشو هنبدأ دلوقتي بنعمل ايه? هنقفل الجزء ده كده بالشكل ده بحيث بيدينا الكامر بتاع الجيبة بتاعتنا. طيب هنقفله ازاي? بدخل في اول غرزة. تمام? اهو. ادي كده دي اخر غرزة من غرزة الحشو اللي في السطر. بدخل في اول غرزة من غرز الحشو اللي عندي كده بالشكل ده. واروح اعملها بمنزلقة كده بالشكل ده. تمام? طيب. بعد كده بعمل ايه? بارتفع بآ اتنين سلسلة واحد اتنين وبشتغل بسيب غرزة. التانية بدخل في التالتة بعمل فوقيها غرزة صدفة. آآ لا هي هنا اول غرزة. بنسيب غرزة واحدة. بدخل في التانية بعمل فوقيها غرزة صدفة. اوكي? تمام? ادي واحد اتنين. بعدها اتنين سلسلة. وبنزل في نفس الغرزة. في نفس الغرزة. كل ده احنا بنشتغله في نفس الغرزة. تمام? في نفس الغرزة اتنين غرزة آآ عمود بلفة كمان. تمام? يبقى احنا بنكون غرزة الصدفة اللي هي عبارة عن اتنين غرزة عمود بلفة. اتنين سلسلة. في نفس الغرزة اتنين غرزة عمود بلفة. تمام? طيب احنا بعد كده بنكون آآ بنعمل ايه? بكرر الخطوة دي تاني. آآ بسيب بس غرزتين. واحد اتنين. بدخل في التالتة بعمل فوقيها اتنين غرزة آآ عمود بلفة. ادي واحد. ادي كده اتنين. بعدها اتنين سلسلة. في نفس الغرزة اتنين غرزة عمود بلفة كمان. واحد اتنين. تمام? بنفس الطريقة كده. بعدها بسيب غرزة تانية. بدخل في التالتة بعمل فوقيها اتنين غرزة عمود بلفة. واحد. اتنين. بعدها اتنين سلسلة. في نفس الغرزة اتنين غرزة عمود بلفة. هنكرر الخطوة دي. آآ انا محتاجة اربعة غرزة صدفة باللون الاسويت. تمام? بسيب غرزة تانية. بدخل في التالتة بعمل فوقيها اتنين غرزة عمود بلفة. دي واحد اتنين. بعدها اتنين سلسلة. بعد كده اتنين غرزة عمود بلفة كمان. واحد اتنين. تمام? بعدها بعمل ايه? بسيب غرزة. بدخل في التانية بعمل فوقيها غرزة عمود بلفة. كده كونت الاربع غرز صدفة بتوعي. هنشتغل السطر بين غرز الصدفة باللون الاسود لحد ما بنوصل للطول اللي احنا محتاجينه. تمام? هنرتفع بالاسطر بالاطوال اللي احنا محتاجينه. اوضح لكم انا هشتغل لكم سطرين من غرزة الصدفة. بارتفع باتنين سلسلة. وبلف القطعة كده بالشكل ده. احنا مش بنكمل باقي السطر بتاعنا. بنشتغل القطعة الطولية باللون الاسود. تمام? بارتفع باتنين سلسلة كده. وبشتغل جوة الفراغ بتاع غرزة الصدفة اللي هو عبارة عن غرزة تانية السلسلة. بعمل فوقيها اتنين غرزة عمود بلفة. ادي واحد. ادي كده اتنين. تمام? بعد كده اتنين سلسلة. واحد اتنين. في نفس الفراغ اتنين غرزة عمود بلفة كمان. واحد. ادي كده اتنين. طيب. احنا هنا السطر ده هنشتغلوا بطريقة مختلفة. مش هندخل على غرزة الصدفة على طول. لا هنعمل آآ غرزتين سلسلة. تمام? بعدها بدخل على غرزة الصدفة. تمام? بعمل فوقيها غرزة صدفة كمان. اللي هي اتنين غرزة عمود بلفة. ادي واحد. اتنين. بعدها اتنين سلسلة. في نفس الفراغ اتنين غرزة عمود بلفة كمان. واحد. اتنين. اتنين سلسلة. بالشكل ده. واحد. اتنين. بدخل في غرزة الصدفة. بعمل فوقيها اتنين غرزة عمود بلفة. دي واحد. اتنين. اتنين سلسلة. في نفس الفراغ اتنين غرزة عمود بلفة كمان. واحد. اتنين. طيب. بعدها اتنين سلسلة. بدخل على غرزة الصدفة واخر غرزة صدفة معايا في السطر واحد اتنين بعدها اتنين سرسلة في نفس الفراغ اتنين غرزة عمود بلفة دي واحد اتنين وبدخل بعد كده هنا فوق الاتنين سرسلة اللي ارتفعناهم بدخل في السرسلة رقم اتنين كده بالشكل ده بعمل فوقيها غرزة عمود بلفة كده بالشكل ده برتفع بالاسطر كده طولية لحد ما توصلي لطول الجيبة اللي انت محتجاها على حسب ما انت حابة تبقى ميني جيب ولا تجيبها عند الركبة ولا على حسب ما انت حابة طول بتاعك تمام بعد ما برتفع بالأسطر بنبدأ نعمل ايه هوضح لكم دلوقتي باللون الأبيض بنبدأ من اول سطر اول غرزة هنا في السطر بعد يعني ادي كده اول سطر احنا وليكن انا ارتفعت بالأسطر بتاعتي تمام ووصلت للأطوال اللي انا محتاجاها للشكل ده بجيب اللون الابيض بدخل في اول غرزة كده اهي اهي ادي السطر كده بدخل في اول غرزة بعمل فوقي غرزتين هنعمل هدخل كده باللون بسم الله الرحمن الرحيم بعمل زي غرزة سلسلة كده واقفل الخيط بتاعي وبعمل ايه اهو تمام بسيب غرزة تانية بدخل في التالتة بعمل فوقيها اتنين غرزة عمود بلفة واحد ادي كده اتنين بعدها اتنين سلسلة في نفس الغرزة بعمل اتنين غرزة عمود بلفة كمان ادي واحد ادي كده اتنين تمام بالشكل ده بعد كده بكرر الخطوة دي انا اه محتاجة نص عدد الغرز من الصدفة اللي باللون الاسود تبقى نصها باللون الابيض يعني انا هنا عملت اربعة غرزة صدفة محتاجة يبقوا اتنين غرزة صدفة بس في السطر بتاعي من اللون الابيض بعد كده بسيب غرزة تانية بدخل في التالتة بعمل فوقيها اتنين غرزة عمود بلفة هذه واحد اتنين بعدها اتنين سلسلة في نفس الغرزة اتنين غرزة عمود بلفة كمان واحد اتنين بالشكل ده بعد كده بسيب غرزة بدخل في اللي بعدها على طول بعمل فوقيها غرزة عمود بلفة وبرتفع بالأسطر باللون اللي احنا محتاجينه طيب بعد ما برتفع بالأسطر بكرر خطوة اللي هي بتاعت اللون الأسود بشتغل أربعة غرزة صدفة يعني السطر بتاعنا السطر الواحد اللي هو كده مش السطر الطولي تمام لا بالعرض كده بالتورانة بيبقى عبارة عن أربعة غرزة صدفة باللون الأسود واتنين غرزة صدفة باللون الأبيض أربعة غرزة صدفة باللون الأسود اتنين غرزة صدفة باللون الأبيض وهكذا لحد ما بنكمل الجزء بتاعنا بس بنشتغل القطعة طولية تمام القطعة طولية يعني أنا هنا هعمل ايه؟ هرتفع باتنين سلسلة وهلف القطعة كده بالشكل ده وهشتغل فوق الفراغ بتاع غرزة صدفة هشتغل غرزة صدفة كمان اللي هو عبارة عن اتنين غرزة عمود بلفة اتنين سلسلة في نفس الفراغ اتنين غرزة عمود بلفة كمان واحد اتنين بعدها بعمل اتنين سلسلة وبنتقل على غرزة الصدفة دي كمان بشتغل فوقها غرزة صدفة اللي هي اتنين غرزة عمود بلفة واحد اتنين اتنين سلسلة في نفس الفراغ اتنين غرزة عمود بلفة كمان ادي كده واحد اتنين تمام وباجي اللي هو بدخل ادي كده بنقفل السطر بتاع اللون الابيض كده بدخل في غرزة العمود بلفة اللي هي اهي ادي غرزة صادفة وفي هنا غرزة عمود بلفة بدخل في غرزة العمود بلفة كده وبقفل كده بمنزلقة تمام وبنرتفع ازاي بتبقى عندنا هنا بيبقى عندنا هنا غرزة زي غرزة عمود بلفة هوضح لكم هعمل سطر باللون الاسود عشان هوضح لكم هنعمل ازاي ادي كده انا اشتغلت كده سطر من لون الاسود عشان اوضح لكم هنرتفع السطر بتاع اللون الابيض ازاي? تمام? بدخل هنا. مش هنا في زي غرزة عمود بلفة. غرزة العمود بلفة بما يعادل اتنين غرزة سلسلة. طيب. اعمل ايه? بدخل كده? بعمل منزلقة. في منزلقة تاني. اهو. الغرزة نفسها كده بالشكل ده زي ما انت شايفها. تمام? منزلقة تاني. وبعمل ايه? بروح لفة القطعة كده بالشكل ده. تمام? وآآ بشتغل غرزة آآ صادفة. المنزلقة في المنزلقة دي ده زي كأنها بناعتبرها افتفعنا باتنين سلسلة. تمام? بدخل آآ بعمل اتنين غرزة عمود بلفة في غرزة الصادفة. انهو. ادي واحد. اتنين. اتنين سلسلة. في نفس الغرزة. اتنين غرزة عمود بلفة. كمان. واحد. اتنين. تمام? بعدها بنعمل اتنين سلسلة. وبشتغل في الفراغ اتنين غرزة عمود بلفة. واحد. اتنين. اتنين سلسلة. في نفس الفراغ اتنين غرزة عمود بلفة كمان واحد يعني كده اتنين. تمام? وباجي بتبقى آآ بدخل هنا بقفل كده بعمل غرزة عمود آآ بلفة يقم آآ بالشكل ده وبكمل بنفس الطريقة كده بنرتفع باتنين سلسلة وبنقفل السطر وهكزا لحد ما بنوصل لطول الجيبة اللي احنا محتاجينها زي ما وضحت لكم السطر بتاعنا الواحد السطر بالعرض مش بالطول السطر بالعرض بيبقى عبارة عن اربعة غرزة صدفة باللون الاسود واثنين غرزة صدفة باللون الابيض هكمل لحد ما بوصل لطول الجيبة اللي انا محتاجاها ونرجع مع بعض نعمل الجزء بتاع الجيبة من تحت. انا كده اشتغلت وارتفعت بالاسطور زي ما وضحت لكم كده ادي شكل الجيبة تمام? بقى بالشكل ده بعد ما ارتفعنا بالاسطور زي ما وضحت لك ازاي? تمام? ادي كده الظهر. اهو. بنرتفع بالاسطور طرية زي ما وضحت لك. طيب احنا دلوقتي هنبدأ نعمل ايه بعد ما خلصت خلاص الاسطور? اعملت اطار من غرزة الحشو فوق كل غرزة كده بالشكل ده غرزة حشو لحد ما وصلت لنهاية السطر. هنبدأ دلوقتي نعمل زي قطعة الشرشيب. طيب احنا بنعملها ازاي? بدخل كده في اي غرزة او في بداية اي سطر كده. تمام? وبالخيط الاسود هنبدأ بالخيط اللون اسود. فانا بدأت من الحتة اللي هي اللون الابيض عشان تبقى واضحة بالنسبة لكم. هنبدأ ازاي بدخل كده بالابرة. تمام? ونخيط بس عشان طويل. بعمل كده زي الاول عقدة كده. بالابرة او بايدك اللي هو بنقمن الشغل بتاعنا. اوكي? بعدها بعمل ايه? برتفع بغرزة سرسلة اللي هي يعني بطول الشرشوب اللي انت محتاجاها. فانا بالنسبة لي وليكن مسلا هنرسفع بستة غرزة سرسلة. ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة. اوكي? وبرتفع بغرزة كمان وبشتغل فوق كل غرزة غرزة حشو. اهو فوق كل غرزة سرسلة اشتغلناها غرزة حشو. بالشكل ده. تمام? ويه بدخل في الغرزة اللي بعدها وبعمل غرزة حشو. هده بحيس تدينا الطول بتاع الشرشوبة. بالشكل ده كده. ويه بشتغل ورس حشو كده. حشو تاني. اهو. لحد ما بوصل للفراغ اللي ما بين ادي غرزة صدفة وادي غرزة صدفة. فكل الفراغ اللي هو ما بين غرزة صدفة بدخل فيه وهاعمل الشرشوبة زي كده. تمام? او الشرشيب يعني. تمام? فادي وصلت كده. وهرتفع بستة غرزة سلسلة. ادي كده وصلت لنا. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة. وبرتفع بغرزة كمان وبشتغل بعد كده فوق كل غرزة غرزة حشو. بالشكل ده. تمام? انا هشتغل معاكم كم غرزة كده وهنكمل بنفس الطريقة لنهاية السطر. ادي وصلت لنفس لنهاية الغرز. تمام? وهي باشتغل غرز حشو في حشو كمان. لحد ما بوصل للفراغ زي ما وضحت لك الفراغ اللي هو آآ عند آآ غرزة اللي ما بين غرزتين الصدفة. ادي غرزة. ودي غرزة بدخل في الفراغ اللي هنا ده. وبعمل آآ شرشوبة هاي زي دي. تمام? وبعد كده هنشتغل حشو في حشو لحد ما بوصل للفراغ ده. طيب انا كده وليكن انا وصلت مسلا لغاية نهاية السطر. تمام? هنبدأ بعد كده اللي هو نشتغل باللون الجديد اللي هو اللون الابيض. فاللون الجديد اللون الابيض بنشتغله فين? بنشتغل هنا. تمام? آآ بنشتغله على الطرف الشرشوبة ديت. اه هو هوضح لكم ازاي? انا كده وصلت لنهاية السطر بنفس الطريقة زي ما وضحت لك ازاي? آآ الشرشيب باللون الاسود. هنبدأ دلوقتي آآ نغير مع بعض اللون ونشتغل الشرشيب باللون الابيض. طيب احنا هنعمل ايه? من اي جزء كده آآ من اي بداية شرشوبة كده بتبدأي بيها. بندخل كده في طرف الشرشوبة. وباجي كده باللون الابيض. بسم الله. هدخل كده في طرف الشرشوبة. وهبدأ اعمل ايه? هعمل زي غرزة سلسلة كده بالشكل ده. تمام? وهدخل آآ هرتفع بعشرة غرزة سلسلة. ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة. تمام? وكمان سلسلة آآ دي ارتفاع بسيب السلسلة اللي لسه دفعتها الارتفاع ديت. وبدخل بعمل ستة غرزة حشو. ادي واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. اهم. ادي كده خمسة والغرزة الاغيرة غرزة رقم ستة كده بالشكل ده. ستة غرزة حشو. برجع اعمل ايه? بدخل في الشرشوبة اللي بعدها على طول. بعمل اربعة غرزة سلسلة الاول. واحد اتنين تلاتة اربعة. تمام? كده خلاص. انا الاربعة دول مش هنشتغل فيهم. بعد ما عملت الاربعة غرزة سلسلة كده بالشكل ده. هاجف الشرشوبة اللي جنبها على طول. تمام? هدخل فيها كده بالشكل ده. وهقفل آآ بمنزلقة. هدخل فيها كده. وبنقفل كده بغرزة منزلقة. تمام? بعد ما قفلنا بغرزة منزلقة هنبتدي نكرر الخطوة دي. ارتفع بعشرة غرزة سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة. وكمان غرزة اللي هي الارتفاع. وبسيب الغرزة الارتفاع بدخل بعمل ستة غرزة حشو واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. ادي كده من غرزة رقم ستة. اوكي? بعد ما عملنا ستة غرزة حشو بالشكل ده. بعمل اربعة غرزة سلسلة. احنا هنا في اربع غرزة سلسلة. مش بنشتغل فيهم. بنعمل اربعة غرزة سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة. بدخل في الشرشوبة اللي جنبها على طول كده بالشكل ده. ويبعمل فوقيها غرزة منزلقة. بنقفل بغرزة منزلقة. اهو. او بتقفليها بغرزة حشو. لو حاسة اني غرزة منزلقة صعبة. فبتقفليها مسلا بغرزة حشو. كيه? مفيش مشكلة. فانا بفضل ان انا نقفلها منزلقة. علشان تبقى سبتة. وبرتفع عشرة غرزة سلسلة. بكرر الخطوة تاني. واحد اتنين. تلاتة. اربعة. خمسة. ستة. سبعة. تمانية. تسعة. عشرة. وكمان غرزة الارتفاع. وبدخل بعمل ستة غرزة حشو. واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. خمسة. ادي كده ستة. بالشكل ده. ستة غرزة حشو. والاربعة التانيين مش مش بتعمل فيهم. بعمل آآ اربعة غرزة سلسلة واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. وبدخل في الغرزة اللي بعدها على طول. وبقفل بمنزلقة. اهو الشرشوبة. بنجيب العدلة بتاعت الشرشوبة كده. ادي كده الطرف بتاع الشرشوبة بدخل فيه كده بالشكل ده. وهقفل بمنزلقة. اهو اسحب كده. واقفل غرزة منزلقة. تمام? بيبقى كده. الشكل معي بيبقى بالشكل ده. تمام? باستمر بنفس الطريقة عشرة غرزة سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة. تمام? بعد ما عملت العشرة غرزة سلسلة. بعمل غرزة كمان ارتفاع سلسلة. وبشتغل آآ ستة غرزة حشو واحد اتنين. تلاتة. اربعة خمسة. ادي كده الغرزة رقم ستة بالشكل ده. تمام? بعدها بعمل ايه? الاربع سلاسل دولار مش بنشتغل فيهم. بعمل اربع غرز السلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة. ادي واحد اتنين تلاتة اربعة. اوكي? وبدخل في الشرشوبة اللي بعدها على طول كده بالشكل ده. بقفل فيها بالمنزلقة. تمام? وبكرر الخطوة تاني عشرة غرزة سلسلة وهكذا بنفس الطريقة لنهاية السطر. وبنرتفع بالاسطر بنفس الطريقة كده. ادي اه شكل الشرشيل. تمام? بنرتفع بالاسطر يعني بعد ما بنخلص السطر بنبدأ نغير اللون بنعمل باللون الاسود. بعد ما بنخلص اللون الاسود بتبتقي تخياري اللون ابيض في اسود ابيض في اسود لحد ما بتوصلي لطول الشرشيب اللي انت محتجاها كده. انا كده شرحتها لكم في اكتر من طريقة اكتر اه من مرة علشان تبقى واضحة بالنسبة لكم وتركزوا فيها. تمام? بنكرر لنهاية السطر بنفس الطريقة وكمان بنرتفع بسطر لون اسود وساطروا لون ابيض وهكزل حد ما بتوصلي الطول الشرشيب على حسب زوءك وعلى حسب ارتياحك للطول اللي انت محتجاها زي ما ما موضحة اه في الصورة بالزط بنفس الطريقة طريقتها سهلة وبسيطة جدا جدا وبيبقى الشكل النهائي نفس الصورة. وكده بنتهيت من طريقة عمل الجيبة. ودلوقتي وصلنا مع بعض نهاية الفيديو اتمنى تكون استفدتم وقدرت تشرح لكم طريقة عمل الجيبة بتلا سهلة وبسيطة. لو عندك اي ملحوظة او سبسور تقدر تسيب كومنت اسفل الفيديو. اهلا صبحتنا على الفيسبوك. هتلاقي لينك ما نقود في الوصفة اسفل الفيديو. متنسوش تشتركوا معي في القناة. وتفعيل زر الجرس. وترجعوني باللايك وشيل عقبك الفيديو. عشان قادر اوصل عدد ناس اكبر. وتقدروا تتابعونا على الويبسايت بتاعنا. اهلا صبحتنا على الفيسبوك وتويتر وانستجرام. هتلاقي لينكات موجودة في الوصفة اسفل الفيديو. اشوفكم عن خير الفيديو الجاي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لالياه الا الله.